السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات الصف الثالث الثانوي ودرس جديد من دروس الفيزياء والفصل الثالث ويتكلم عن الانكسار والعدسات سنتكلم في الدرس الأول عن انكسار الضوء أخذنا في الدروس السابقة انعكاس الضوء وقلنا انعكاس هو ارتداد الأشعة الضوئية عندما تقابل سطح عاكس أو تغير الشعاع الضوء عندما يقابل سطح عاكس اليوم سنتكلم عن ظاهرة أخرى من ظواهر الضوء وخصائص الضوء وهي انكسار الضوء ما معنى انكسار الضوء؟ انكسار الضوء هو تغير مصار الضوء عندما ينتقل بين أوصات مختلفة يبقى تغير مصار الضوء عندما ينتقل من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر مختلف عنه في الخصائص كانتقال الضوء من الماء إلى الهواء أو العكس يتغير اتجاه الضوء عند مروره بين الوسطين نتيجة الاختلاف خصائص كل وسط منهم أي أن الانكسار يعتمد على خصائص الوسطين الشفافين وعلى الزاوية التي يسقط بها الضوء على الحد الفاصل بين الوسطين الشفافين قانون سنل في الانكسار ما الذي يحدث بناتي عندما تسقط حزم الضوء بشكل مائل على سطح قطعة زجاج؟ نلاحظ أن الضوء يأتي من الهواء آدي وسط ينتقل إلى الزجاج فيحدث تغير في اتجاه الشعاع بسبب انتقاله من مادة غازية اللي هي الهواء إلى مادة صلبة اللي هي الزجاج يحدث انحراف الضوء عن مصاره عندما ينتقل إلى الزجاج الذي يمثل بديته هي الحد الفاصل وفي هذه الحالة يحدث انكسار لمصار الضوء يبقى قانون سنل يوضح الانكسار الضوء في الأوساط المختلفة الضوء سقط عنده هنا بزاوية نسميها ثيتوان وهي زاوية السقوط وهي الزاوية المحصورة بين العمود المقام واتجاه الشعاع الساقط كما أخذنا في دروس الانعكاز بدأ يحدث للشعاع عملية انكسار وتغير فسمي ثيتا تو ليزاوية الانكسار وهي الزاوية المحصورة بين العمود المقام واتجاه الشعاع الممكسر إذن قانون سنل يعرفني الانكسار في الأوساط المختلفة كما بالمثال عندي هواء والزجاج وينتقل مرة أخرى إلى الهواء فيكتب قانون سنل بالشكل ان ان وهي مقدار سابت يعتمد على خصائص المادة صين الزاوية زاوية السقوط وتقسيم صين زاوية الانكسار يبقى يكتب بهذا الشكل ان ان وان صين زاوية السقوط تساوي ان تو صين زاوية الانكسار والان سمناها معامل الانكسار ويعتمد على نوع الوسط الذي ينتقل خلاله الضوء والجدوى الذي أمامي يمثل معاملات الانكسار في الأوساط المختلفة فنعندي الضوء في الفراغ انكساره سرعته في الفراغ والانكسار هنا معامل الانكسار هنا واحد اما في الهواء يختلف عن الماء عن باقي المواد الاخرى ننتقل الى الجزئية الاخرى او خلينا هنا في الجزء ده انتقال الشعاع الضوءي من الهواء الى الماء سنتقل الضوء من الهواء الى الماء هل هيختلف اذا انتقل العكس من الماء الى الهواء نلاحظ بناتي انه عندما ينتقل الضوء من مدة لها معامل انكسار قليل الى مدة لها معامل انكسار اكبر الشعاع عندما ينكسر ينحرف مقتربا من العمود المقام ودي من اكتر النقاط اللي اجيكم فيه اختبار التحصيل عندما ينتقل الشعاع الضوءي من مدة لها معامل انكسار صغير كالهواء الى مدة لها معامل انكسار كبير كالماء ماذا يحدث للشعاع عندما يحدث له انكسار وانحراف ينحرف مقتربا من العمود المقام الذي يرسم بين الحد الفاصل بين المدتين وبين الشعاع الصاقط والشعاع المنكسر طيب اذا حصل العكس بنات اذا حصل العكس ان المادة بدأت تنتقل من مادة ان الشعاع الضوء بدأت ينتقل من مادة لها معامل انكسار كبير الى مادة لها معامل انكسار اقل ماذا يحدث نحكس الحالة اللي احنا قلناها في البداية ينحرف مبتعدا عن العمود المقام طيب كيف افرق بينهم بكل بساطة في الحالة الاولى من القليل الى الكبير تائما احنا بنحب الشئ الكتير بنحب الشئ الغني فاذا كان بينتقل الى وسط اكبر غني حينحرف مقترب من الشئ الغني عندي يقترب من العمود المقام طيب هنا حينتقل من مادة معامل انكسارها كبير الى اقل اقل فقير قليل يو هيحصل ايه هيبتعد عن الشئ القليل يبقى ينحرف مبتعدا عن العمود المقام الجزئية الاخرى اللي هو النموذج الموجي والانكسار اخذنا ان احنا في الفصل الثاني ان اقدر احسب الطول الموجي واحسب التردد لاي موجة ضوئية عندي لكن في عام بعد عام 2000 بدأوا يطورهم نموذج سنيل وتم التوصل ان الضوء بيتفاعل مع الظرات عند انتقاله بين الاوساط هو ايه اللي بيخلي الضوء ينكسر نتيجة التفاعل مع الظرات اللي موجودة في الاوساط المختلفة اللي ينتقل ليها واقدر احسب وقتها الطول الموجي من العلاقة اللي اخذناها جبل كده ان الطول الموجي يساوي سي على اف ده في حالة ما ينتقل في الفراغ لكن انا بقول هينتقل في الاوساط المادية ويحدث تفاعل بينه بين الظرات يبقى اقول ان اللامدة تساوي في سرعة الضوء في الوسط المادية اللي موجودة عندي تقسيم التردد الجزء الاخر يمكن كتابة قانون سنيل بناء على تفاعل الشعع الضوءي مع المواد بالشكل اللي موجودة عندي افصل بين صين الزوء وبين معامل الانكسار فبناء عليها لاحظنا ان معامل الانكسار في الفراغ يساوي واحد ليه معامل الانكسار في الفراغ يساوي واحد وباجي معاملات الانكسار بتكون اقل من الواحد لان الدوء في الفراغ له سرعة كبيرة سرعة الدوء في الفراغ اكبر ما يكون فبالتالي معامل الانكسار ليه هيساوي واحد ما هيكون اقل من الواحد الجزء الآخر الإنعكاس الكلي والإنعكاس الداخلي ما معنى اللي اتنين لو أنا بصيت هنا بنات إلى الصورة اللي موجودة عندي لما ينتقل الضوء إلى وسط معامل انكساره أقل بتكون زاوية الانكسار أكبر من زاوية السقوط طيب ده يؤدي إلى إنه زاوية السقوط تزداد مع زيادة زاوية السقوط تزداد زاوية الانكسار ففي زاوية هنا تتكون نتيجة زيادة زاوية السقوط بسميها الزاوية الحريجة يبقى تحدث إمتى حلوات عندما ينتقل الضوء من وسط معامل انكساره أقل بحيث إن زاوية السقوط تكون كبيرة هيتكون داخل الوسط زاوية تسمى زاوية الزاوية الحريجة تسميها ثيتا سين طيب والزاوية الحريجة الزاوية الحريجة بتكون موجودة عند الحد الفاصل لأن فيما نتقلت أنا كيف هحدتها هتلخبط منها وبين زاوية الانكسار لا تتكون عند الحد الفاصل بين الوسطين أو بين خروج الشعاع عندي عندما يسقط الضوء على وسط شفاف بنات معظم الضوء ينفذ بينما هينعكس جزء بسيط هينتصف الوسط طيب إمتى يحدث لنعكاس الكل الداخلي؟ معنى عكاس كل داخلي ليحدث عندما ينتقل الضوء من وسط معامل انكساره كبير إلى وسط معامل انكساره أقل بحيث أن الضوء ها يسقط لي على الحد الفاصل والضوء يسقط على الحد الفاصل بزاوية أكبر من الزاوية الحريجة تبقى الشرط عندي أني الزاوية السقوط أكبر من الزاوية الحريجة فيحدث أن الضوء ينعكس بصورة كاملة إلى الوسط اللي معامل انكساره كبير وبكده يحدث عندي انعكاس كلي وبيكون داخل الوسط اللي موجود عندي طيب إيه تطبقاته في حياتي؟ الانعكاس الكل الداخلي وإيه فايدته؟ يطبق الانعكاس الكل الداخلي في الألياف البصرية بحيث أن الضوء يصطدم داخل هنا اللي في البصري اللي موجود يحدث له عدة انكسارات أو انعكاسات كلية في نفس المكان فيعطيني إضاءة أكبر يبقى يصطدم الضوء اللي يسقط بزاوية أكبر من الزاوية الحريجة فينحكسي انعكاس كلي بدون فقد في الطاقة الضوئية فالحالة دي بقول عليه انعكاس كلي داخلي نيجي إلى ظاهرة الصراب ما هي ظاهرة الصراب؟ أحياناً في أيام الحر الشديد يرى سائق السيارة وكأن فيه بركة ماء على الطريق طيب نتيجتها بتتكون بسبب إيه؟ يتكون الصراب يا بنات بسبب تسخين الشمس للطريق الحرارة العالية للشمس تسخن الطريق طيب الهواء الهواء الملامس ليه؟ الهواء الملامس ليه تبدأ حرارته تزيد فالهواء يؤدي إلى انحراف الضوء المنتقل في اتجاه الطريق تدريجي إلى أعلى فيجعل الضوء كأنه قادم من انعكاس بركة من الماء يبقى السبب الحرارة الشديدة كما بالصورة عندي هنا ألاحظ أنا كسائق من بعيد كأنه في بركة ماء يبقى بسبب أن الهواء الملامس للأرض سخني جدا فبيحدث عملية ايه؟ عملية انعكاس فكأن اللي الضوء جايلي مما كان بعيد ننتقل على الجزء اللي بعديه اللي بعندي في السراط بسبب سخونة الهواء الملامس لسطح الأرض نيجي على التحليل أو التفريق أو أحيانا إحنا بنسميه التشتت تشتيت الضوء طيب أقدر أشتت الضوء بنات كما بالشكل اللي موجود عندي عن طريق أن أنا أسقط الضوء الأبيض على منشور فيبدأ المنشور ده يحلل ويفرق الضوء إلى السبع ألوان هيبدأ عن طريق أني لو لحظته الضوء هيمر هنا جايلي من الهواء يدخل إلى الزجاج فيحدث له انكسارات كل شعاع ضوءيا كسر بزاوية بعد كي يرجع إلى الهواء مرة أخرى وأبدأ أشوف الضوء القادم أو مكونات الضوء الأبيض يبقى المنشور الضجاجي بيعمل عملية تحليل وتفريق للضوء إلى ألوانه السبعة لأن كل ضوء منهم له طول موجي وينحرف بزاوية وبدرجة مختلفة عن اللون الآخر ده بنسميه ظاهرة التحليل أو التفريق قوس المطر اللي هو بنشوف في السماء بعد سقوط الأنظار وظهور الشمس فجأة إني الغلاف الجو فيه الألوان الطف السبعة بالترتيب ده بيحدث بفعل إيه؟ مجرد مضوء الشمس يظهر يسقط على قطرات الماء الموجودة مازال المطر فيه قطرات بسيطة موجودة في الغلاف الجو فينكسر ضوء الشمس اللي سقط على القطرات كأن القطرات تقوم بوظيفة المنشور الضجاجي كأنها هي المحلل وهي المفرق فيبدأ ينكسر كل لون بزاوية مختلفة عن اللون الآخر وتسبب عملية التفرق فيظهر لي في السماء ألوان الطيف السبعة متكاملة يبقى قص المطر السبب يحدث بسبب يحدث بسبب عملية انكسار الضوء أو ضوء الشمس داخل قطرات الماء الموجودة في الغلاف الجوي يبقى عندي السراب يحدث بسبب تسخين الشمس للهواء فيحدث انعكاس ويحدث انعكاس للضوء إلى أعلى أما قص المطر بيحدث بسبب بيحدث بسبب انكسار الضوء داخل القطرات أو تفريق الضوء داخل القطرات وبكده بيكون انتهى الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة